عنوين كتير في الحقيقة بتخص المباراة الأهلي والزمالك خلينا نبتدي بمجلة الأهلي واللي بتقول الأهلي والزمالك قمة المسئولية ويبتكلم أعتقد يعني في الحتة دي على أهمية هذه المباراة ومهم جدا أن المباراة تكون تظهر بالروح الرياضية مش مهم خالص المنافسة يعني عايزين المنافسة تبقى موجودة طبعا وعايزين الأهلي يكسب وكل حاجة بس تبقى من خلال أرضية الملعب بس مش عايزين أي أمور أخرى يعني تبوز هذه المباراة وهي قمة المسئولية بالنسبة للعابة النادي الأهلي ليه لأن انت ان شاء الله بإذن الله لما تفوز هذه المباراة تعتلي القمة كخطوة مهمة لك في مشوارك في بطولة الدوري العام هذا الموسم وسعي النادي الأهلي نحو الحفاظ على هذا اللقب للموسم الرابع على التواليد فبالتالي من هنا أكيد هي قمة مهمة جدا جدا على حسب وصف مجلة الأهلي لسارتي برضو من خلال هذا العنوان أنه يعتمد خطة الحسن اللقائي سابت وإحنا عارفين خلال التدريبات اللي فاتت بالتحديد كان مستر مارتر لسارتي كان عمل مباراة داية ويكسب بفوز النادي الأهلي 2-0 شاف بعض اللاعبين ويقف على بعض المستويات على مدى جاهزية اللاعبين للمباراة المقبلة وأكيد بنا في دماغه أسلوب أو تكتيك أو سيناريو معين يبتدي بيه هذه المباراة فبالتالي خلال التدريبات اللي فاتت وخلال رؤيته اللي بعد لقطات الفيديو الخاصة بنادي الزمالك في مبارياته الأخيرة أكيد استقر بشكل كبير على التشكيل والاستراتيجية اللي إن شاء الله بإذن الله حيلعب بيها مباراة الأهلي والزمالك يوم السابق القادم مؤكر جملة إن شاء الله حيكسب بإذن الله إن شاء الله الأهلي يكسب شكراً لكم اشتركوا في القناة